بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درسي اليوم من مادة رغتي للصف الثالث تأهيل فكري اليوم بإذن الله تعالى سنتابع درسنا عن الضمائر سنتعرف على أنواع الضمائر وسنأخذ بعض الأمثلة عليها لكن يجب أن ننتبه إلى تعليمات الدرس التي نأخذها دائما نبقى هادئين في أماكننا حتى نستفيد من الدرس ونتمكن من المتابع مع المعلم بشكل جيد ذكرنا في الدرس السابق أن الضمائر لدينا نوعين التي سندرسها في درس اليوم ضمائر المخاطب وضمائر الغائب إذن لدينا نوعين من الضمائر سنأخذها بإذن الله في درس الضمائر معنا في درس اليوم ضمائر المخاطب وضمائر الغائب ضمائر المخاطب وضمائر الغائب طيب ماذا نقصد بضمائر المخاطب وماذا نقصد بضمائر الغائب أولا من هو المخاطب دائما لا بد أن نفرق بين المخاطب والغائب لأن ضمائر المخاطب مختلفة عن ضمائر الغائب كذلك المخاطب شخص مختلف عن الغائب المخاطب هو الشخص الذي يكون معنا في نفس المكان نكلمه وجها لوجه يكون أمامي وأتحدث معه مباشرة هذا نسميه مخاطبا طيب طيب لو كان هذا الشخص غير موجود أريد أن أتحدث عنه سنسميه غائبا مثال لاعب كرة قدم أو طالب في فصل آخر أريد أن أتحدث مع زميلي عنه سأستخدم ضمائر الغائب لكن أريد أن أتكلم مع زميلي أمامي في الفصل سأستخدم ضمائر المخاطب إذن هذا الفرق بين الضمائر المخاطب وضمائر الغائب أولا سنبدأ بضمائر الغائب أو المخاطب لكن دعونا نعرف ماذا نقصد بالضمير الضمير اسم يستعاض به للدلالة على اسم آخر وذلك للاختصار وتجميل الكلام إذن الضمائر هي أسماء نستبدل الأسماء في الجمل بهذه الأسماء حتى نختصر ونجمل الكلام طيب وش معنى هذا الشيء؟ شوفوا هذا المثال لدينا جملة أحمد حافظ للمعروف طيب أحمد اسم صح؟ طيب الضمير سأستبدل أحمد بالضمير ستصبح الجملة ماذا؟ هو هو حافظ للمعروف إذن لاحظوا أن أحمد استبدلناه بالضمير إذن هذا نقصده باسم نستبدله باسم آخر أحمد هنا اسم إذا أردنا استبداله بضمير سيصبح الضمير ماذا؟ هو هو حافظ للمعروف هو حافظ للمعروف أصبح الآن لدي جملة استخدمنا فيها الضمير بدل الاسم الرئيسي أو الأساسي اللي هو أحمد طيب لو كان لدينا هنا مجموعة من الأسماء وريد أن أتحدث عن مجموعة من اللاعبين مثلا في فريق معين فازوا في مباراة كرة القدم بدل ما أذكر أسماء اللاعبين كلهم الأحد عشر سأستخدم ضميرا واحدا فأقول هم فازوا في المباراة استخدم ضمير واحد يغني عن أسماء اللاعبين كلهم لذلك نقول أن الضمائر تختصر الجمل بدل ما أقول محمد وفهد وعبد الله وفيصل وخالد وسعد أعدد كثير أسماء أستخدم ضمير واحد يعبر عن الأسماء هذه كلها فأقول هم هم فازوا في المباراة كذلك هنا استخدمنا الضمير هو بدل الاسم أحمد طيب ضمائر المخاطب لدينا أنت أنتي أنتما أنتنا أنتم لدينا خمسة ضمائر المخاطب الضمير الأول أنت يستخدم مع المفرد المذكر الضمير الثاني أنت تستخدم مع المفرد المؤنث الضمير الثالث أنتما يستخدم مع المثنى ما دل على اثنين من الذكور أو الإناث الضمير الرابع أنتنا يستخدم مع مجموعة الإناث ما زاد على ثلاث إناث أستخدم معهن الضمير أنتن طيب الضمير أنتم يستخدم مع جماعة الذكور طيب سنأخذ الآن صورا توضح هذا الكلام الآن لدينا مفردا واحدا مذكرا ما هو الضمير المناسب له؟ أول ضمير هو أنت أنت لأنه واحد ولأنه مذكر سأستخدم معه الضمير أنت فأقول أنت طالب مجتهد أنت لاعب ماهر طيب أنت رسام جيد إذن هذا الضمير أنت يستخدم مع المفرد المذكر مع ماذا؟ مع المفرد المذكر المفرد واحد المذكر ما دل على ذكر طيب أنت هو ضمير أنت ضمير طيب ضمير إيش؟ ضمير مخاطب معناته هذا الطالب أمامي أتكلم معه مباشرة لماذا عرفت أو كيف عرفت هذا الشيء؟ لأنني استخدمت ضميرا يستخدم مع المخاطب فأقول أنت طالب ماهر أو أنت لاعب ماهر أنت طالب جيد طيب إذا كانت أنثى طيب واحدة ومخاطبة سأستخدم معها الضمير أنتي لاحظوا هناك أسرة تحت حرف الت أقول أنتي أنتي للدلالة على المفرد المؤنث المخاطب فأقول أنتي طالبة مجتهدة أنتي طالبة مجتهدة طيب استخدمت الضمير أنتي لأنها واحدة مفرد طالبة واحدة ولأنها مخاطب أنتما للمثنى أنتما للمثنى سواء كان هذا المثنى مذكرا أو مؤنثا أستخدم الضمير أنتما أنتما طالبان مجتهدان أنتما طالبتان مجتهدتان إذن أنتما يستخدمون المثنى المثنى ما دل على إثنين إذا كان لدي إثنين هؤلاء الإثنين مخاطبون سأقول عنهما ماذا أنتما كذلك لو كان لدي طالبتان سأقول عنهما أنتما طالبتان مجتهدتان إذن أنتما للدلال على ماذا للدلال على إثنين استخدموا هو استخدم هذا الضمير مع المثنى استخدم ضمير أنتما مع المثنى طيب لو كان لدي جمع إناث سأستخدم أنتن أنتن جمع الإناث ما زاد على إثنين ثلاث أربع خمس عشر فأستخدم الضمير أنتن طيب أقول أنتن طالبات مجتهدات أنتن طالبات مجتهدات طيب إذا سمعت هذه الجملة واش أفهم منها أنتنى طالبات مجتهدات أولا سأعرف أنهم جمع كيف عرفت أنهم جمع؟ لأن استخدمت الضمير أنتنى وأنتنى ضمير يستخدم مع الجمع وأعرف أنهم بنات أو نساء كيف عرفت؟ أو مؤنث جنس ويناث كيف عرفت؟ لأن أنتنى ضمير يستخدم مع المؤنث طيب إذا عرفت أنهم جمع وعرفت أنهم إناث كيف عرفت طيب أنهم مخاطبات؟ أنهم أمامي في نفس المكان أو في نفس الفصل لأن أنتنى ضمير للمخاطب إذا عرفنا هذه الأشياء كلها من كلمة واحدة من الضمير عرفنا كل هذه المعلومات من الضمير أنتنى طالبات مجتهدات هذا استخدمنا معهم الضمير أنتنى لأنهم مجموعة طيب مجموعة الأولاد سأستخدم أنتم لاحظوا الفرق أنتنى نون الجمع الذكور أنتم ميم في الأخير فرق نون وميم في جمع الإناث أقول أنتنى بالنون في جمع الذكور أقول أنتم طيب إذا كان أمامي مجموعة من الطلاب ثلاثة فأكثر أو مجموعة من أصدقائي أقول لهم أنتم أنتم طلاب مجتهدون أنتم فريق قوي طيب الآن نريد أن نردد هذه الضمائر ثم سنقوم بإعادة كتابتها في الأسفل سنردد الضمير وسنعرف أي الضمائر أو يستخدم مع ماذا هذا الضمير أنت أنت هذا الضمير يستخدم مع ماذا يستخدم مع المفرد المذكر المخاطب أنت الضمير الثاني أنتي أنتي ضمير يستخدم مع المفرد المخاطب المؤنث من جنس الإناث أنتي أنتما ضمير يستخدم مع المثنى المذكر والمؤنث أنتما طالبان مجتهدان أنتما طالبتان مجتهدتان طيب أنتن يستخدم مع جمع الإناث يستخدم مع جمع الإناث وأنتم يستخدم مع جمع الذكور يستخدم مع جمع الذكور طيب أنت أنتي أنتما أنتن أنتم هذه الخمسة ضمائر هي ضمائر المخاطب خمسة ضمائر للمخاطب إذا كان مفردا مذكرا أستخدم معه أنت باللون الأزرق إذا كان مفردا مؤنثا سأستخدم معها أنتي إذا كان مثنى أي اثنين سواء كان مذكرا أو مؤنثا سأستخدم معهما أنتما إذا كنا جمع إناث أستخدم معهما أنتن وإذا كانوا جمع ذكور سأستخدم معهم أنتم أتمنى أبنائي أن نكون استفدنا من الدرس درس الضمائر تذكروا أن هناك ضمائر تستخدم للمخاطب أي الشخص الذي يكون أمامي في نفس المكان أو أحدثه مباشرة وكذلك ضمائر تستخدم مع الغائب درس اليوم أخذنا ضمائر المخاطب حاولوا أن تقوموا باستخدام هذه الضمائر في المنزل مع أصدقائكم أيضا في المدرسة استخدموا هذه الضمائر ضعوها في جمع المفيدة لكن تأكدوا أن تستخدموا الضمير الصحيح في المكان الصحيح شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته